بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية الإخوان والأخوات نتمنى تكونوا بخير وعلى خير بصحة جيدة نكمل الفيديو اللي بدينا حول مرض كوفيد 19 أو فيروس سارس كوف 2 اليوم يعني ولت ضرورة أن الإنسان يدير القناع أو البافيت أو الماسك كنا تكلمنا في فيديوهات من قبل أن نخصنا يعني نحتديه بدول مثل الصين أو كوريا الجنوبية أو اليابان أو طيوان هالدول هادو اللي دوزوا أوبيئة كثيرة من قبل وده برغم أنهم جوزوا مرحلة الخطر فيما يتعلق بمرض كوفيد 19 ولكن ما زال الناس كيديروا ليماسك في الشارع اليوم يعني منظمة الصحة العالمية قررت أنه ولت ضرورة أن الإنسان يدير لماسك إلا غادي يخرج للزنق علاج لأن لطو دو ترانسميسيون أو دو كونتاجيون الإنسان اللي كي يعادي الآخرين كان في الأول بالنسبة لـ R0 يعني هذا الإنسان الأول اللي كان فيه المرض ودوزوا كانوا يعني يتيرجحوا أنه ما بين جوج فاصلة 4 حتى 3.5 يعني يقدر يعادي جوجد نسة لتزاد الناس اليوم وصلوا أنه هذا الفيروس يقدر أنه يعادي يحتل ما بين 5 حتى لسة ديال الناس وبالتالي لطو دو ترانسميسيون دياله طالع بزاف هذه من ناحية من ناحية أخرى أنه كما قلنا في فيديوهات اللي قبل أن الناس اللي ما تبينوح تشي أعراض تتسموا أسامبطوماتيك وبالتالي الإنسان يقدر ما فيه تشي أعراض وركن تدووز المرض بل بيق كسا أنه لطو أو لأولا بريود دينكيوباسيون يعني فترة الحضانة ديالفيروس في الجسد كانوا مرجعما بين يومين تر 14 اليوم نحن قلنا في فيديوهات قبل أنه كاتمشي حتى ل 27 يوم اليوم ولو أنه فهموا باللي أن الإنسان يقدر يبقى شدة حتى ال 21 يوم حتى ال 27 يوم كيف باش الحجر الصحي أو لكون في نيوم فهي ضرورة أن الإنسان يحاول ينقص من الخروج دياله باش ميكونش الخطار وتي لأخرش ضرورة اليوم أنه يدير ذاك لماسك أو لابافت هذه من ناحية من ناحية أخرى مجموعة ديالإخوان سؤولوني على السمبطوم كنا قلنا في الأول أنه بين بعض السمبطوم أو أعراض ديال المعرض مثلا ارتفاع درجة الحرارة في الفيرغ اللي كتوصل 38 درجة فما فوق سيلا الأنف لكو المو نازال كيبدو لكورباتور أو العدم كيضروك وكتحسب المفاصيل ديالك فيه من وجه عندك مال دو غورج والاسيش خيس ونيفو ديال دا غورج ناشفة بزاف كتفديرك واحد الكحة ناشفة حتى كتوصل لديسبني لديسبني هي ضيق في التنفس وهي أصعب حاجة كو كنسميها لسندروم دو تيت خيس رسپيراتوار ايجو اللي هي لآيس ديال ايه هنالإنسان يعني ميمكلوش عادي بداية يخمم لارا يمكن فيها غير رواح ولا را فيها ينبرونشيت لا لانه أوطوماتيكمان خصو يتصل بالرقم الأخضر لأنها شي حاجة اللي حارجة هاد المسألة هاتي ميمكناش اننا يعني ندوزوها هي راكين واحد الشك بين واشا ديون غريب غيوم بغانشيت ولا حاجة ولا ينغي نيطاليغجيك ولا را هفري فيك أعراض دير كوفيد ديزنف بنوا أعراض جديدة كانوا من بين الأعراض اللي تكلموا عليهم مثلا تقياء يبوميسمو لدياري يعني إسهال ولكن بنوا أعراض آخرين من بينهم القانجون القانجونكتيفيت القانجونكتيفيت هي الحساسية دي العينين تتنفخول كل العينين كيبدوا يدمعو بحال مثلا عندها علاقة بالغيني طاليغجيك اللي عندها علاقة بالبولين حتى فاشا تكون تتنفخول كل العينين وكتولي عندك الحساسية دي العينين كينا مثلا لانصومي أو لابير دو دوها أنه تتمشي لك حاسة تشم ما كتوليش تشم حويج ما تتوليش عنده ما تتبقاش تشمهم كينا الأخرى هو تاني لابير دو دوغو يعني كتمشي لك حاسة تضوق وكنجربوها أكترية في الملحة فاشا تولي تكل الملحة ما كتحش بالمضاق دي الملح ولا شي حاجة دي الحموضة هنا راي بداوك تنقوله أنه عندك بيغ دوغو دونك هدو من بين المسائل اللي الواحد يرط معهم لبال ولكن كينين بعض الأعراض من النسبة للتراري الصغار أم بلوز ديال بيغ دوغو ولا بيغ دو دوغا كتزاد عنا المسألة ديالا سيانوز سيانوز هي أنه فاش تتبدرك الزروقة في الصباع من تراري الصغار ولا في جيت عينيهم ولا جيت فمهم تراري الصغار هدير عندها علاقة بضيق في التنفس وتيولي يعني الكورية تلحمر كتار في الدم حتى أنهم تيولي تيزرقوا لك بعض بعض البلايس عن التراري الصغير التراري الصغير مثلا ما تيبغيش يولي يشرب لك الحليب ما تيبغيش يولي ياكل يعني بتتمشيلوا الانفي أنه إياك من إياك فقطرة كتبدالوا بعض المرات تيبدي يغيب لونك هدو الحويج اللي الواحد يرط معهم البال هدو من بين الإسامطوم ولكن رأي كائنين ديكا أسامطوماتيكا كيف باش الإنسان يحاول ما أكتر أنه إلا قدر أنه يقلس في التار ويجاوز هذه المرحلة يكون أحسن إلا خرج الزنقاء يدير لماسك أو لبافت هد شي مكين لأخوان وفي حلقة قادمة إن شاء الله وشكرا موسيقى 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 موسيقى